قرار من قادي فردالي بولية فلوريدا الأمريكية كنا حكينا الأسبوع الماضي الطبق أن الإدارة الأمريكية 透으면 قرار إلزامية الكمامة في وسائل النقل العام اليوم نرى قادي فردالي فيولية فلوريدا مستل전大量 وبالتالي إلغاء إلزامية الكمامة في وسائل النقل العام بوليات المتحدة الأمريكية عم نحكي نحن بالمطارات عم نحكي بالقطارات عم نحكي حتى بالفيريز أو السابويز تم إلغاء لهذا القرار من غير الواضح هلأ حاليا السرعة اللي حيتم من خلال التطبيق هذا القرار يعني هو تم توقيفه هل يترى هلأ مباشرة صار في العالم تروع على المطارات بدون الكمامة هون اللغط رح يصير هلأ حاليا هون الكونفوجين رح تصير عند العالم فعم بيقولوا من غير الواضح حاليا سرعة تطبيق هذا القرار وإيضا من غير الواضح إلى حد الآن فيما إذا كانت الإدارة الأمريكية ووزارة العدر سوف يتقدمون بطلب لوقف هذا الحكم واستئنافه في المحاكم كمان بعده لحد هلأ مش واضح هذا الموضوع كما ذكرنا لكم كان هناك قرار أسبوع الماضي بتمديد الزميد الكمامة في وسائل النقل العام إلى 3 مايو وقتا عللت الإدارة الأمريكية هذا القرار نتيجة انتشار فيروس كورونا وارتفاع الحالات في الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة بعد سلالة أماكرون اللي هي بي اي دوت تو اللي هي تقريبا هي هلأ حاليا بتساهم بما يقارب 80% من الحالات في الولايات المتحدة الأمريكية صارت هي الدومنت سترين هلأ حاليا فبدنا نشوف هلأ حسب القانون القرار ألغي بس بدنا نشوف هلأ بالساعات المقبلة كيفية تصرف الإدارة معه وشو هي التوجيهات الرح تروح لوسائل النقل العام للمطارات ولوسائل النقل فيما يتعلق بهذا القرار ترجمة نانسي قنقر